اللي بيحب وبيتنيل على عينه من الرجال مننا وبيقع بيعملها هو مش واخد باله غزبا عنه يعني لو جاي يعمل عكسها ما يعرفش هي اللعبة هنا تمام فما بالك بقى لو انتوا أصلا مرتبطين وفي بينكم وبين بعض مشاعر طبعا أنا مستنى الشواء لما انتوا تتجمعوا ركزي معايا عشان اللي هينضحك عليها بعد كده أنا لست مسؤولا تمام طبعا أنا عصيته الصورة جماعة الموضوع مهم جدا يعني أول شيء الراجل اللي انت بتتعامل معا يعني وزي ما قلتلك ممكن يكون زميل قريب أي حاجة يعني مش شرط ارتباط يعني دايما يسمع ليك حتى لو انت رغاية وما بتقوليش حاجة مفيدة مهما انت رغيتي يسمعك عنده صبر لان زي ما احنا بنقول كده هو حتى بيبقى شايف ان دي حاجة حلوة المتخيلة لحد فين مفيش حاجة اسمها بترغي في كلام فاضي بترغي في كلام مش عارف فيه مفيش الكلام ده حتى لو انت بترغي في كلام فاضي مالوش اي ستين لازمة بيسمعك بتلاقي كده عنده نهم ان هو يعني يفضل ايه الودن معاك بيتابعة معاك عكس طبعا اللي هو بيبقى عكس كده وبيتلكك يعني ارغي مهما ترغي هو بيسمع سبحان الله ليه بقى لان هو المهم عنده هنا ان انت تتكلم معاه اصل اللي بيحب داي غير اصلا لو انت تكلمت مع حد تاني فيقولك هو بقى قلبه اللي بيقوله لأ تتكلم معاك حتى لو مش هتقول حاجة مفيدة وهتصدعك احسن ما تروح تصدع حد تاني هي كده عشان محدش يعني يضحك على نفسه تاني حاجة ومهمة واستعجب قوي لما حد يجيني في استشارة بنوتة يعني وتقول لي مثلا والله يعني غامض وانتوا فهمين الغموض ازاي والغموض ان انا معرفش اللي انا مرتبط بيها حاجات خدوا بالكم واصلا لازم تعرفها يعني احنا مرتبطين او في بيننا مشاعر من مفهاش فصال لازم تكون عارفة الحاجات دي الغموض ده حاجة تانية نتكلم فيها بعدين لازم يكشف اسراره يعني تلاقي بيتكلم ما فيش حاجة اسمها كده اصل ده فيه مناطق محظور كده عليه ان هو يتكلم معايا فيها ما فيش الكلام ده يا جماعة والله بتتحكوا على بعض ما فيش الكلام ده اطلاقا لا بيكشف اسراره الغموض مش هنا لا بيكشف ويتكلم يتكلم عن اللي جواه ويتكلم عن اللي مخبدة اللي بيحب بجد مش اللي بيحب نص لبة يعني فهميني لا ومن الاسرار دي وخد بالك ودي نقطة محورية عشان واحدة ممكن تسألني تقول لي اسرار زي ايه الاهل الراجل اللي بيكلمك عن اهله كتير وحابب ان هو يعرفك كل حاجة عنه اعرف ان الراجل ده ان الراجل ده ناوي على خير وجد اوي وعايزك اوي متمسك بيك اوي واللي مسيطر على عقله الباطل ان انت هتفضلي معه بقية حياته عكس اللي هو بيكلمك عن نفسه بس وبينفخ في نفسه على الفاضي يعني فيه حد كده يكلمها سبحان الله هو اول ما يكلمها يحول نفسه لسوبرمان يبدأ ان هو يكلمها عن انجازات طبعا ما حصلتش غير في احلامه يعني ويفضل ان هو يحكي وهكذا ده هتجاسبك منه يعني لا الاهل عامل مهمة والاهل طبعا يعتبر سر من الاسرار يعني تمام ودي حاجة مهمة خدوا بالكم من التالتة دي لانها مهمة جدا دايما يتطمن عليك بمعنى انت خرجتي مفيش حاجة بس ما يسمعها بنتكلم وقلت له ان انا خرجة وعلى سبيل المثال وما يسألش انت وصلتي انت رجعتي لازم بديهي ده يحصل عامل مفيش حاجة اسمها اصلي اتشغلت اصلي ما لقيتش وقت لا انت بتبقى يعني الان شفته كده الام اللي بنتها وابنها رايح مشوار مثلا تهدى الا لما تتطمن ان هو وصل ردوا علي في الحتة دي لا اجاوبوني لا يمكن هي الفكرة كلها في كده ليه هي ما تهداشا لما تتطمن حب هذا هو الحب عند الراجل برضا لا من الحاجات اللي بين السطور اللي ممكن انت من خلالها تقيمي الراجل ده ايه ظروفه او نظامه معاك لا يتطمن وصلتي طب الدنيا مشيت معاك لو بتعملي حاجة مثلا فيها شيء بسيط ولو من الخطورة ايه خلصتي بخير هكذا يعني دي حاجة مهمة اوي يا جماعة خدوا بالكم من الحتة دي رغم ان ايه خادعة بس انا هقولك امتى تبقى خادعة وامتى تكون حقيقية ورجاء ان ركزوا معايا اوي اوي في النقطة الرابعة دي لانها ذات اوجه او حمالة اوجه يعني يقع فيها الكتير اوي لو ما خدش الكلام على بعضه يحاول ان هو يضحكك خد بالك الكلام لسه مخلص هو دايق يعني دايما الراجل عمتنا لما يحب واحده يحب يستظرفه قدامه حتى لو لطخ يعني دمه سم زي ما احنا منه بس هو لازم ان هو يضحكها يعني يحاول ان هو يضحك كما ترى والواحده طبعا او البنوتة او الست لما تحب الراجل تضحك له حتى لو ما قالش اي حاجه تضحك بس هي تتلاقي الفش عايبة على اي حاجه بيقولها لدرجة انها ممكن بتضحك هي نفسها مش عارفة بتضحك علي ما علينا دي قصة تانية ولكن امتن انت تعرفي ان هو فعلا الهدف من اضحكك ده هدف اسعادك ولا حاجه تانية في بعض الشباب بيبقى عايز يفك مود البنوتة لو هي متضايقة او كده فهي اول ما تحس منه بكده يا السلام يا السلام ايه اللي انت في ده انت مثال انت رجل والرجال كسير قليل قليل ايه يعني حاجة بقى عمل حاجة يعني هي شايفها يا شافني متنك كده فأصر خدوا بالكم من كلمة أصر دي ان ما يغرش من وش الا لما يدحكني الله اذا الاتحاج ده او السعادة دي ايا كان هتسموها ارتبط بمصلحة بما بعدها يعني هو خلاص انت سي مثلا انت بتنكده وارفانه وزهقانه ومقبله على الانتحار وده سبحان الله طوق النجاب بتاعك يعني فجي الولد با حاجة يععد يدمه ومشاء الله حاجة تجلت فالمهم ينجح بشكله او باخر يعني انه انه يدحكك في النهاية ده المطلوب يعني فخلاص لو طلب بقى حاجة بعدها او مصلحة بعدها اعرف ان ده كان فك عشان نوصل لده يعني دي خطوة مؤدية لدي الغرض ها فمين انا عايز اقول ايه مصلحة في النهاية مهم اوي اوي فوق ما تتخيلوا الحتة دي عشان مش اي واحدة تشوف واحد يعني بيدحك معها والكلام ده عايز اتضحكها تظن ان الموضوع تمام تظن ان الموضوع ايه يعني ده بيشتغل لله والوطن يعني لو مدبوع بمصلحة ده هجاص شب شب وما تتوسيش يعني وعالقفة اهم عاجة عالقفة عشان بتبقى ايه اللي تقيمة شوية فلو تطولي القفة شب شبيله عليه يعني القفة اهم من اي حتة اذا كان من النوع ده انما تحك وخلاص وتطمن عليك وحس ان انت بقيت مبسوطة وخرجت من حالة الاكتئاب اللي كنت فيها وخلاص هو ده اللي احنا بنقصده وصلت؟ لا ردوا يقولوا لي وصلت او لا مهمة والحثة دي استنوا بقى عشان ده انا كاتب لكم عريضة استنوا طب يا جماعة فيه حاجة كمان مهمة فيه بعض الرجالة معفنة فيه بعض الرجالة كده يعني هو معفن هو طبع ان هو معفن ما بيعرفش انه يعني سبحان الله فيه ناس يعني تحب مثلا هي تعودت على العفن يعني او تعودت على ريحتها كده فيه بعض فيه البعض من الرجال كده لازم معاك يعتني بمظهره بشكله يعني دي حاجة مهمة اوي ودي برضو ممكن ان هي تكون خادعة يعني ممكن تكون زي اللي قابلها طب انا فرقها ازاي ما انا مش هديكم حاجة كده لما يعني افهمها لكم بالبالة دي يعني والله اذا كان المظهر ده ماشي عمال عينيه محول لرايحة شمال ويمين اذا ان هو مش لابس ليك يعني هو ماشي كده عينيه ما شاء الله رادار في كل الاتجاهات اعرف ان ده هجاز من الاخر يعني انما اذا كان لابس ويهمه رأيك انت ومركز معاك انت وعايز يهرى في وجهة نظره نظرك انت هو ده وصلت اهو وصلت حتى لو معافل سبحان الله هنا بيبقى بقصودك انت اعتقد انا كده يعني ايه وضحت في حاجة مهمة للجماعة اللي هما ماشيها اللي 24 ساعة شتات ويعدي ايديهم ما بتوجعهمش من كتر الكتاب مش عارف انا بيجيبوا صبر لده كل منين بصراحة الله يكون في عنصة وابعكم بجد من كتر اللي بتشوف ده انتوا هتتحسبوا بزنبها بس استانوا بس تلاقي يقتبس بعض من مصطلحاتك يعني في مثلا كل انسان مننا بيبقى ليه جملة كده مشهور بيها حاجة يعني بيقولها لازمة معاك كده يعني بيرددها في المواقف معينة لما يدي تلاقي واحدة مثلا اما تصوت مثلا على سبيل المثال تتخضفة تيجي مصوتها مثلا تقول حاجة معينة تلاقي مثلا واحدة لما تفرح تقول حاجة معينة هكذا ممكن جدا والكلمة دي ممكن تبقى بناتي اكتر منها ولادي تلاقي شبطت معين دي بتبقى حاجات لا اراضية يعني هو مش واخد باله من حاجة زي كده بس هو من كتر ما هو مندمج معاك ومعجب تقريبا بمعظم اذا ما كانش كل الحاجات اللي انت بتعمليها لا اراضيا كده لا نفسه بيقولها وبيكتبها لك او بيبعتها لك يعني حتى لو حاجة مش احسن حاجة يعني بس مدام هي معاك اتعلق معاك سبحان الله نتيجة للقرب الشديد بينهم يعني تمام كمان في حاجة مهمة اوي ما يعمل اجر لو فعلا الراجل ده بيحبك بجد ان هو مفيش حاجة اسمها يعني دايما ساكت او دايما مش لاقي كلام يتكلم فيه يرغي في اي موضوع يعني شفت اللي هو ايه عايز يفتح في اي موضوع عشان يتكلم عارفين انتو النوعية دي يدور واللي بيدور بيلاقي مفيش حاجة اسمها اصلي مش لاقي اصلي الكلام خلص اصلي مفيش حاجة مهمة نتكلم فيه اصلي انت ساكت ليه ما انت كمان ساكت مفيش كده لا بيدور ودور الراجل على فكرة هو اللي يفتح في الكلام هو اللي يبتدي يعني هو بس ما شاء الله يدي طرف الخيط وبعد كده ايه هتكر البكرة كلها الستات انت بتدي ولذلك احنا كرجال بنخدع في كتير من البنات ان انت تلاقي البنت سكتة فتقول بسم الله ما شاء الله دي اللي يعني بتخرج الكلمة بحساب وغلوتك انت ديها طرف الخيط بس ما تعرف توقف البنات عمتا كده يعني فمفيش حاجة اسمعها مش لاقي موضوع بقى ان انا اتكلم فيه والكلام الهاجس اللي ايه من اسمعه ده واس الكلام خلص لا يفتح اي حاجة يتكلم في اي حاجة تمام طبعا فيه حاجات تانية شائعة بس هي عشان شائعة انا مش هتكلم فيها انا قلت الحاجات اللي ممكن فيها لابس شوية او محدش بياخد باله منها شوية ان كانت الحلقة دي مفيدة اخبطوا لايك وقولولي واعملوا الشير الباقي يستفيد اذا استفدتوا حرفيا رجاء انا لايك باقي والصلاة لكل اصدقائنا اللي على الصفحة والشير لم شايفين اي حد محتاس محتاج حاجة زي كده واللي عنده اي سؤال بقى نتناقش في الموضوع في الحلقة دي في التوافقات في العلاقات في اي شيء اخر والف وتاء اي حاجة انتوا عايزين خشوا والله معاي رحيق انا ماليش في الكلام كتير وانا طلعت مريضة انت شكلك مالكش في الكلام كتير لا مش داخلة بصراحة مايار واحلى لايق للغالي الله يخليك والله انت الغالية تسلميلي والله عنده اي سؤال يا جماعة اماني سيلفول الحب تقريبا انقلد لا هو انت بس بتحكمي من خلال تجاربك الخاصة مرتي مثلا بواحدة او اتنين طلعوا اي كلام فاولتي غلاص اللي يعني احنا عددنا سبعة مليار وشوية اقول منهم مثلا في نصهم اربعة مليار ونص فانت من الاثنين تلاتة اللي شفتهم حكام